اشتركوا في القناة مدافع المنتخب المغربي أشرف حكيمي يعود لقائمة سان جرمان الفرنسي في مباراة الاحتفال بلا قبل الهجاء جماهير نادي إشبريا الإسباني تفجر بقرار لا يصدق على إدارة الفريق بسبب الحاليس المغربية سين بونو مدافع المنتخب الوطني المغربي جواد ياميق يعلن رسميا رحيله عن بلد الوليد الإسباني صوب فريق جديد مدرب المنتخب الوطني المغربي يعلن عن قرار مفاجئ يخص ستة لاعبين داخل المنتخب المغربي أكد أني الشاغو طبيب النادي الويداد الرياضي المغربي إصابة عبدالإلا حيمود بإلتياب حد على مستوى الزائدة اللودية وخضوعي لعمل جراحية في إحدى المصحات العاصمة المصرية القاهرة وقال أني الشاغو في تصريحات الموقع الرسمي للنادي الأحمر عبدالإلا حيمود أصيب بإلتياب حد على مستوى الزائدة الزوذية حيث أضف قائلا أجريت له اليوم عمل جراحية بإحدى المصحات القاهرة وتكللت بنشاح وهو الآن في فترة نقاها ويذكر أن النادي الويداد الرياضي سيواجه نظيره الأهل المصري في دهاب نهائي المسابقة القرية يوم غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساءنا بتوقيت غينيتش بملعب القاهرة الدولية عاد الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى قائمة نادي باريسان جرمان الفرنسي حيث سيكون حاضرا في المباراة الأخيرة هذا الأنسيم ضد كليرون اليوم السبت وغاب البالغ من عمر 24 سنة عن آخر مباراة في الدولي الفرنسي بسبب العقوبة الإيقاف التي تعرض لها إدرى الطرده ضد أجاكسو برسم الجولة الخامسة والتلاتون بسبب دخوله في ججار مع لاعب الفاريخ الخصم توماس منجاني ويخوض نادي باريسان جرمان مباراته اليوم على ملعبه براك دي برانس حيث ستكون فرصة لاحتفال مع جماهيره بلقب لاليغا الحادي عشر في تاريخ الندي الذي تووج به الأسبوع الماضي يقبل تعادل ضد سارسبورغ بهدف المتليه هاتفت زماهير نادي إيشبيلي الإسباني وتغنت باسم الحارس المرمى المغربي ياسين بونو بعد مساهمته الكبيرة في تتويج الفريق بلقب الدولي المؤتمر الأوروبي على حساب نادي روما الإيطالية وذلك خلال احتفالات النادي الإسباني في ملعبه رامون شانسيج بسخوانا وفور صعود ياسين بونو إلى منصة الاحتفال اللقاء كلمته على الحاضرين اختاروا زماهير نادي إيشبيلي مناشدينه من أجل البقاء في النادي لموسم آخر على الأقل وردد مشجعون نادي إيشبيلي إسباني فور استلام بونو للميكروفون عبر ابقى هنا حيث وقف الجميع في الملعب للمطالبة باستمرار الحارس المغربي مع الفريق بعدما ارتبط مستقبله في الأسابيع الماضية بالرحيلة والانتقال إلى وجهة جديدة ويذكر أن عقد حارس المنتقب الوطني المغربي ياسين بونو مع نادي إيشبيلي إسباني يمتد إلى غاية يونيو 2025 ومن غير الواضحة ما إذا كان قد قرر البقاء أو الرحيلة في المركات السيف المقبل اقترب الدولي المغربي جواد يميق المحترف في صفوف فريق بلد الواليد الإسباني لكورة القدم من مغادرة فريقه خلال مركات السيف المقبل وكشف التقارير الصحفية أن فريق بلد الواليد يسعى لبيع ما تبقى من عقل جواد يميق هذا السيف ما خاف ترحيله بشكل مجاني مع نهاية الموسم وأكد التقارير على أن جواد يميق يرغب بدوره في تغيير الأجواء في المركات السيفي من أجل الحفاظ على جاهزيته ليضمن مكانا مع اللاعبين المنتخب الوطني المغربي في كاس أمم الإفريقي المقبلة وتلقى جواد يميق اتصالات من ثلاث دوريات ويتعلق الأمر ببطول الدوري التركي والسعودي والفرنسي في انتظار أن يحسم وجهته مع نهاية الموسم يستعد منتخب الوطني المغربي لمواجهتين قديمتين حيث ستخوض العناصر الوطنية معسكرا تدريبيا مغلقا في مركز محمد السلس لكرة القدمة ابتداء من الثامنة يونيو الحالية واستعدادا لمباراتهم الدورية ضد منتخب الرأس الأخضر في الثاني عشر من نفس الشهر ستقام المباراة على ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط بعد ذلك سيسافر المنتخب الوطني المغربي لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في السابع عشر من يونيو الحالي على ملعب سكورسيتي في جوهانسبورغ هذه المباراة تأتي من التصفيات المجموعة الحادي عشر للبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 التي ستقام في الساحل العجاء وعلى الرغم من أن مدرب المنتخب الوطني المغربي وريد الرقراجي حدد الثامن من يونيو كموعد لإندمام جميع اللاعبين إلى المعسكر التدريبي في مدينة الرباط إلى أنه تفاجأ بإندمام ست لاعبين قبل الموعد محدد وقرر وريد الرقراجي أن يدعو حيث مرمى موندير المحمدي وعبد الرزق حمد الله وإليا الشاعر وأن الضروري ورومانسيس ونصير مزروي للإندمام مبكرا إلى المعسكر بعد انتهاء التزاميتهما مع أنديتهم الأوروبية والعربية وقضاء فترة راحة كافية وفي المقابل سيستفيد الثنائيس في الأمنابط ونيف أكراد من يومي راحة قبل الالتحاق بالتدريبات المنتخب المغربي وذلك لخوض فريقيهما فيورنتين الإيطالي وويستهام إنجليزي مباراة ختامية للدول المؤتمر الأوروبي في السابع من يونيو الحالي حيث يذكر أن وليد الرقراجي مدالب المنتخب أسود الأطلس استدعى 28 لعبا لخوض المعسكر التدريبي المغبيل تحضيرا لمواجهتين منتخب الرأس الأخضر ومنتخب جنوب إفريقيا شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة